رسميا الفيفا يختر النادي الاهلي بتحديد 15 اكتوبر كموعد مبدئي لإرسال القائمة المبدئية للنادي الاهلي لخوض مواجهة العين الاماراتي في بطولة الانتر كونتينتن وايضا مباراة ستحدد بطل الافرق السيوية ما بين النادي الاهلي والعين الاماراتي بالتوفيق للنادي الاهلي في مواجهة ستكون في استاذ القاهرة وبحضور جماهير كامل العدد حساب كأس العالم للفيفا بينشر بوستر خاص بكأس العالم بنظامه الجديد المقرر اقامتها في امريكا بيضم ابرز نجوم الفرق المشاركة والبوستر بيضم بيرستاو نجم النادي الاهلي داخل البوستر الاهلي يقرر تعيين محمد رمضان مديرا للكرة في النادي الاهلي قرار صائب للنادي الاهلي ما ينفعش نادي بحجم النادي الاهلي ما يبقاش فيه مدير الكرة وما ينفعش مدرب مساعد يقوم بمهام المدير الكرة علشان خاطر مش شغلته ومش مهامه ومش هيبقى مركز يا هنا ولا هنا والاتنين هيتوهم واحنا النادي الاهلي نادي كبير جدا لابد من مدير الكرة يكون شخصية قوية لإدارة نجوم الفرقة الاهلي سيبدأ الاستعداد لمواجهة العين الاماراتي ومن قبلها سيبدأ الاستعداد لمباريات كأس السوبر المصري لمواجهة الاهلي وسيراميكا كلبطرة وبراميز سيواجه الزمالك المباراة يوم 21 اكتوبر والفائز من المباراة الاولى مع المفائز من المباراة الثانية يوم 24 اكتوبر في نهاية البطولة المقرر اقامتها في الامارات لايك وشير وصالسكرايب من كل جمعير النادي الاهلي وانتظروا المزيد من الفيديوهات اشتركوا في القناة